في الصباح كنت جاءت عادي للدار فرحانة الدخلة اللي سوف ندخل وهي تقول لي حيدي جلابتك و أجي نهضر معاك و قلت لأجي نهضر معاك و قلت لأجي نهضر معاك في هذه اللحظة ما كنت شعرفة أنها ستقول لي الحاجة لأجي حياتي كاملة أنا جيتها البنات عرفتكم متحمسين و بغين تعرفوا بالضبط كيف نوقع في هذه القصة قبل ما نكمل لكم بغيت الآراء ديالكم تقول لي كي جاتكم الجزاء الأول مش حارة البنات كيف مكت لكم أجي أولي الجزء الثاني اللي نبصم لكم عليه بالعشرة أنه مميز بكيدنسا ما غنزيش نطول مازال حين تعرفكم متحمسين و ندخلوا فيه مباشرة قلت لها واخا مشيت و قلست حدها في واحد الفرده وهي تقول لي يا ابنتي قلت لها نعم قلت لها أنا عندي واحد ولدي طبيب في هولندا قلت لها الله يخليه لي قلت لها قلت لها ردويت مع أهل بارح على ودك وش بغيت تمشي الهولندا تقراي وتخدمي شفت فيها و قلت لها مدام أخوان وش قد تضحكي إليا قلت ليا ابنتي أنا ما عندي ش معت ضعك في هاد الشي و زيد ونتي ازيتي إليا بساف زيدك يا ابنتي وحد النقطة الشي انتية غتوصلي غتوصلي بيا و اللي بلا بيا غير أنا الصراحة بغيت نتعاول معاك و ما كراش يكون عندي يد في هاد الناجح أنا ما كذبش عليكم هضراء ديالها هاجتني خضراء فوق طعام و ملتصوقتش ليه قلت لي هاز عمره هاد شي مساحل قلت لي يا مدوي ما تتكلمي سيري تشاوري مع هادك خوك اللي قلت لي يا أسات قلت لي يا بين انه هو دري بعقله وهو اللي غايقولك بالضبط أشنو غتديري مهم ما نتصوقش لكلام ها كنت نط وجت لي عرفتور داز النهار في العشية و كنت مشيت للدار دخلت على المعيار والسبان ديال الباكي في العادة اللي بلا سعب مهم ما تصوقش ليه طلعت نيشة البيت بقيت تقالسة كان سمع أخويا داخل و قلت له أخويا بغيت نهدر معك على واحد المدرسة أخويا كان سبعني طلعنا نيشة الاسطح قلس قالي يا نعم كيف بديس كان عاود له على الهضراء اللي قاتل لي هاديك السيدة ناط كي طير ومشا ديك الساعة ست لباب ديال اسطح و قلت لي يا عاود ليشني و قلت لي قلت له شوف السيدة اللي مشيس عندها اليومة راهاشنو قاتلية وهاشنو قاتلية و انا كان هدر معاه بالضحك يعني ديك العيبة ديال و شوف السيدة اللي تنزع ليه و او يقول لي يا اختي هدي راه فرصة الاف اللي تياغة تكوني حمارة قال لي فرصة ركت جيل واحد مرة وحدة في الحياة و انتيجتك الفرصة ديال العمر قلت له اخويا واش كتتضحك عليك اغان ترحنا الهد غولندا و لما نعرف ليها شكو لي غايديني التماء او والدي قال لي يا ولدك ما تسوقيش ليه قال لي يا ولدك امانة عندي و انا غنضيره في عينيه و انا غنضيره في عينيه و ان شاء الله ما يكون على الخير المهم اخويا كان شجعني بزاف هديك النهار سافي كنت كملت مع الهدرة و نزلت للبيت ما كدبش عليكم كنت تالفة كانت كتبالي هدرات خويا معقولة و احتى هدرات ديك سيدة معقولة كان قول خيلا بغت ندي المستقبل خصي نضحب شي حاجة و لكن ما عندي ماندير كبتي عارفها كان عند امي و عند خويا و غيت هلو فيهم و انا كان احمرت تصلي لاذا لا؟ مهما هذا سديق ليلا و تفويس عندي كتبه قالت لي ما قلت علي كبليا اذهب و ادوزت لكم و انا كان لديك خاطر ايب اسئلة على القرى و انا قلت ايب حتى انا من قلت علي ان اذهب اتجولها ماذا عرفت غيرك قال ليلا انت شمي انت لم يكن من الرائحين بيضاء المواد لقد قلت لها كل قسعة قلت لها بيضاء وخارج بيضاء لقد قلت لها كل سياحية وقال لها ان الجامعة اللي دفع لي فيها راها قبلتني وقال لها ضروري مخسي جميع وراق اخرين في عمل السفارة ودكشي ديال الوراق وقال لها خاص يكون عندي واحد المبلغ اللي غادي نحطه في البنكة انا فاش بشيس عند السيدة فاش عيطت عني وقاتلي هاد الهضرة وقال لها قلت الوراق قلت الوراق غادي يتجمعوا ولكن اللي تضمني هو هاداك المبلغ اللي غادي نحطه في البنكة كضامانة باش نقدر نخرج بره المغرب انا فاش سمعت هاداك الشي بدي تكارب كيف حسيت بالحلم ديالي تبخر فلحظة حسيت صافي ديالك الشي كامل اللي كنت كن حلم بيه فات 15 يوم سيدة قبل ما نقول لي هادا شي كلمة ش بدات النص ديال هاداك المبلغ ومدتوا لي لها شك ديالي قلت لي شو فيه قلت لي انا بقى الحد الان ما خلصتش هداه هو خلاص قلت لي هلا لابركة هاد شي يدرتي معي قلت لي كابنتي شدي قلت لي انا هاد شي عطيت وليك من خاطري قلت لي ويلا وحلتي جاي عندي ما زال مهم خديس من عند هاداك المبلغ وكنت عيط لخويا وعود لقاع هاداك الشي اخويا قال لي ما تسوقي شخصي وقان باكلوتي قال لي ما كيناش اللي تخصك كان قالها المومي طارت بالفرحة المهم خويا ديك الساعة بدك يطلع وينزل معايا على ود هاداك الوراق اللي خاس ندارو لي نوجدون في هاداك الوقت ضغية ضغية باش انني نقدر ندفع الفيزا ديال القراية مهم هاداك السيد كان صفتي الوراق كامل اللي غايت حتاج خويا كان عنده واحد مبلغ انا كان عندي واحد مبلغ من داك الشي اللي كان خجلية في النفاقة فاش كنت طلقت ماما مسكينا كانت باعة كانت باعة هاداك شوية الذهب اللي كان بقى عندها جمعنا هاداك الفلوس حطينا هون في البنقة عرفتوا والبنات راه الحاجة اللي كانت جمع في اللي كانت قاد وكانت تيسر في شهر انا راه تيسرات لي في سيمانة راه وحت تيسر ديالله اللي ما نقدرش نعود لكم عليه كيفاش كان راه ما كينش شي واحد اللي يداز معايا في هاداك المدة وكيقول يا سبحان الله جيت من مورانا والامور ديالك كاملة تيسرات وانتي سبقتينة وخرجت لك الفيزا هاداك النهان اللي غت خرج لي في الفيزا راه ما عمره ما يتنسى ليا تخيلوا كيف شديتها شهد فيها وفرحانة طيرا كنقول ميمكنش مستحيل مشيت للدار اللي الكامل وانا كنصلي وكان احمد الله وكانقول انا كنت عارفة ان الفراج قريب حيث كان دقت بيا بلا قياس الغدلية كيف حلت عينيات طارت عندي دكسيدة اللي كانت وقفت معايا مشيت عنده وبسلي هيدية وكان قول يا شكرا لك بزاف خيرك ما حمرني ما انساه قلت لي انا مادرت والو ابنتي انا وقفت معاك غير واحد شوية ليا زي ما تشري درنا ماشي شي حاجة وزا تفرحتني كتر وقلت لي ان والدها كرالي واحد للسوديو اللي رخيص ودبر لي في واحد الخدمة في واحد المطعم غير بده نغسل فيه الماعن انا هي صافي تمارا ما كراش نبوس ليها رجليها ما كدب مش عليكم فرحت وحد الفرح لي ما عندوش لحد صافي مشيت للدار لقيت اخويا مسكين تسلف وتكلف وكان مدلي الفلوس باش نقدر الى مشيت تمارا نخلص دوك المصاريف اللولا بما نوقف على رجليا تم تم كان خستي نمشي صافي مشيت للدار كان شري عفسو كان شدو ولدي وكان بوسو كان بكي بخويا كيشوف فيه وكان يخسره ولدك امانة عندي وما كانش لي قرب ليه انا يا كنت غدين حماق كنت قل باش نمشي ولله وكان نرجع كنت قل ما يمكنش صافي دابا اللي اعطاها والفيزا خرجت لي وخصي نقطع باش نمشي نتحرك من هنا اخويا كان مشي عند امي وكان قل لي هوايا كنتمشي تقولي لشي واحد من العائلة ابا واخوتي كاملين انني انا اديمشي الهوناندا قال لها كل شي قولي لي انني غنمشي نقرف طانجة تقبلات في شي مدراسة تماما قال لها الحاجة المستورة امي كي يستر فيها الله امي مسكي نحن كانت كاتخاف عليها وشافت كارفيس لداز عليها مقدرة تقول ليه لا لا كانت قلت لي والدي اللي قلتها مرحبا صافي اخويا ذاك الساعة كانت تواصل مع هاداك السيد وكان يستر معها الامر كان قطع لي في الطيارة بقتلي سيمانا سيمانا وانا كامبكي اللي كيشوفني كيقول هاديمالها حتى كانت بقاتلي ايومين هاداك الساعة اخويا كان دوام عبا وقال له فلانا غدت فيسقرف طانجة بقال له تضب الراسة ما كانش مصوق ليه وهم اخوتي كيشوف في يدك خسيلي كانت تقل سمعي في الطار فاش كتشوفني كان بوسفول دي باديك الطريقة كتقول لي اللي شافك غيقور غادية الكانادا ومتير غادية غيل طانجة ما جاوبت هاش وضربت الطم وسكت المهمة البنات دوس هاكاك حتى النهار اللي غادين مشي فيه جمعت حويجاتي واقفة في الباب ومي كايت بكي بشاف فيها وقال لي مالكم درسونا هادا هاد الحالة المندباء كبيرة والمية تفار كلا سيدا غادية غيل طانجة اللي شافي غادية غيل مريكان مو شغلت فيه انا يقرصها باش ما زهدر ما تتكلم المهم درسي دي افيد دخويه ومشي تنيشا للماتار اخويا كيشوفي وممصيقش كيقولي يا عاقشي شنو كس كنقولي 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 قراءة يا ربي غايدي الفاراش المهم كس مشي ستلعت في الطيارة ما عارفاش بالضبط اشنو غايد سناني ترح كامل وانا كندقي وكنقولي يا ربي ديلي اللي فيها الخير يا ربي رك عالي وقالم وعارف كاها دكشي لي داز عليا يا ربي انا بغيت اغرب الحلال انا بغيت نوقف على رجلية وبغيت نهز ولدي ونعاون امامتي ونعاون اخويا انا بغيت غير نحقق داتي بغيت الناس كامل اللي تحكوا لي واحد نهار يشوفوني ويتصدموا المهم وصطل هادك البلاد نازلة تارفة ما عارفاش راسي من رجلية خرج اللي غا نخرج من البلاسة اللي كانوا كي طبعوا فيها البيزا ودكشي كي بالي الولد ديل هادك السيدة هو مرتو واحد الوليد صغير كيف شفتوا حسيز براسي رتاحيت مبدئيا المهم شي يتسلمت عليهم مرتو كانت عنقاتني تعاملوا معايا مزيان عارفوا تعاملوا معايا واحد تعاملوا لي معهم مردي ما كانت كانت تخيلوا قدوني هادك الليلة لدارهم تعشيت معاهم الغدلي كانوا خرجوني وروني المدينة كانت داني لهادك السوديو اللي كانت كرالية كانت تقريبا مفرشوا لي مقاد فهن مهم سيد كانت تعاون معايا ديل بصح وما زال دور معايا وكان وراني هادك المطعم اللي كانت تخدم فيه وراني الكلية اللي غا نقرا فيها مهم كان يستر ليه كل شيء كل شي كان مقادل البلاسة فيهن غا نخدام قريبة البلاسة ليس كنا فيها قريبة الكلية مهم كانت راجل ومتعاون بساب وقال لي اي حاجة احتاجتها مرحبا كان وراني لنبلاسة لغا قريبا اي استشارة وحلتي في شي حاجة اعطاني النمرة ديالهن المرتو مهم دوك الناس الخير ديلهم مأمرني ما غنس من نهاري خرشت التمارة وكنت رتبين عينية حاجة واحدة هي انني خاصني نجح باي ثمان عارفة كنين العراقيل الحاجة الواحدة اللي كنت رتحت لها انني غنقرب الانجليزية المهم هي هاديك بقيت كنت قاتل خاصني نزيد ننمي اللغة ديالي الانجليزية كتر وخاصني نتعلم الهولندية خاصني نوقف على رجلية مهم تقاتلت في المطعم كنت كنت ندير جهدي وكتر باش ان الخدمة ديالي تعجبهم وملقى معهم لا مشكل لحت شي حاجة وفعلا ما جيت فين كملت تلت شهور مقادة كانوا عيطوا لي وقالوا لي البنت اللي جبتلين الله يأمرها سلعة قال لي صارة حفحل هادوك ما كانيش وانا البناس را كنت كنخدم بنيتي في القراية كن ديرا جهدي وكتر الناس كي حفظوك شوية انا را الليل ونهار كان بقى نحفظون قراء ونقلبون بحاثون دير اللغة مهم ما خليس مادر التقال ثلث ببوحدي كنت عارفة ما كانش اللي غديعطيني حتا الدرهم وما كانش اللي غيتعاون معايا المهم بقيت نقاتلة داس واحد المدة اللي ماشي طويلة بالساف حتى وليس كان صاف بحثت المغرب ناضي اخواتي كي قولوا ليها او الناس كي صافتوا لي وموالديهم باشي قراءوا هادي ولاتي يكتصافتلك اذا بنتك اخدامة في الفتاد فتانجة هاد الهدرات عليا ولا كل شي كيقول انني انا كان فتانجة كل شي كيقول انني مامشيش نقرا أبولا كي ننقر خوتي وكيعيروا في ولدي المهم ويكتشوف داك المنظر وطالبة ضربة طمو الساكتة كتقول الخوية دوي معهم كيقول لا ما غنديويش معهم خلي بنتك في التقار ويا قتقول ليها شي حاجة وخليهم يهضروا هي النجاح هو اللي يدوي عليها المهمة لبنات أنا بقيت مقاتلة في هذه البلاد والدي كانت تحتمي كنت تكون بوحدها في الضار عد كنت كنت اهضر معها في سكايب ليوريه لي أخويا وكتورني والدي في التليفون وكتقول له ها هي ماماكم كان غير كيلعب وكيقول ما 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 كان بقي صغير بالداخل جيلي كنت كنت تقطع بالحق كنت صحار فما عندي ايش الحل خاصني نصبر الى بغيت نوصل ما عندي ايش حاجة اخرى كانت مقاتلة كان قراء وكان خدمه كان ضربتها مارة وعندي اللغة وعندي ايش حال من مطرقة في الراس بالحق دائما كانت قاددة أنا قاددة أنا قاددة مهم دازل عام للو الحمد لله الحمد لله الحمد الثاني كانوا يقولون بكالوريوس يعني امين هذاك العام الثاني كان خاصني ضروري من دوو 16 فشتبغيت ندو 16 كنت بحلت شوية كنت تعييت لهذاك سيد ولد هذيك الليهودية اللي كانت حالقتي معاه فشتبغيت ندو 16 المهم كنت دوو معه كانت دوو ستاج وانت دوو ستاج قالي ارى ارقيين واحد طبيب كان عارفوه هنا وانت دوو الشركة والده لديه شركة المعدة الطبية ولكن يكون خير المهم كان دوو معاه كان قالوا ايش دوو ستاج فعلا كنت ماشيت ودوث معه العامل اله يكون الحمد لله لدى السميسرا صافي في هذا الوقت كنت اهدار مع والدي ولكي يقولي في الوقت كانت عندي القرائه ومطرقة في الراس سوف يبقى نهاكا لعام الثالث و تم تخليط الإجازة الفرحة اللي كنت فرحانة أرى ما نقدرش نوصفها لكم قداش فذلك الوقت كنت تبدلت الخدمة أربي استرلية بثاف الوضع المالية ديالي كانت حسنات تبدلت البنات لوحد درجة اللي مطهش على البال شخصية ديالي تبدلت القوات ما بكتش ذاك البنت اللي كتخافة ذاك البنت اللي غير منعودة من راس هلا وليتشجاعة عارف راسي أنني قد ندير بثاف ديال الحاجات الشكل ديالي تغير مليار في المياه تهليت فراسي والتي كانت من أحدها يبقى حل فيها فمه بشي تعريت بالحكس كنت محترمة جدا بالحق البشرة ديالي كانت تفتحات عوينتي من العند الله كانوا راكي فتنو الحمد لله كان ربيعتي حقيب الزين وكنت زيانيت المهم في ذاك العطلة اللي كانت عندي فيها لايسونس هو كان صافي مقرر انه يتزوج بهذه البنت والسادة للعلوم اللي قدت لكم كان صاحبتي كان صافي مقرر عيط لي قال لي اوش غاد جاي قال لي اراميم كنت ندوز الاسبلابية كنت لا تخاف كان صافي تسرت الامور كاملين قديت الامور ديالي كانت نزلت للمغرية وكانت اخي مزكين فرحان وكانت تنيني بطموبيل لديك ساحة كان يالله شراها المهم كيف خرجت لم يكن شعرفني بقى هاكا يشوف تنيني غنخرج حتى كنت سلمت عليه وعن نقطة واحدة تعنيقة حتى السيد كانت تخنق بقى يشوفي ويقول لي امي ممكن شي تكون اختي ويبكت كنت نضحك وقلوا لي واشا تلفت علي وانا البنات راني تبدلت راه الفلوس بانوا علي المهم يعني قويبوس يعني قويبوس كي يبكي كي يقول لي انا كنحس بك بنتي كنحس براسي انني نجحت ماشي انتي اللي نجحتي زنيف الموبيل غدي نمشي والدار فاشغنو اقصل غلقا بواقفة في الباب هزة التبصيل فيه تصمار وكاس دي اللي بغت تتقبلني به تلاحظت عليها نبكي 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 واحد الفرحة حسيت بيها من قوش ليكم في الوقت اللي كنت كان بكي والدي شد فيها من اللور وخيف مني حيث هو كان يشوفني غرف في غرف الباسم امبرو ما شفني مباشرة جيت باش نبوسه ما بغاش يبوسني كان مخلوع مهمة ما قتلي اخلي على راحته بقى في الحال بقى في الحال ديال بصح عرفت رأسي انني نجحت شي حاجات وخسرت شي حاجات واللي خسرته هو والدي اللي كان مصبرني هو مي وخويا اللي كانوا يقول لي ما خسرته حتى شي حاجات والدك رحي ديرا لالسنين ما شافك رأسي نغمال هو انت مشي تيخليتي بقي راضيع يعني فشغي يجير اكيد ما غدي شي عارفك المهمة البنات بقيت غالصة بقيت غالصة كيف شافني طلع فيي ونسل هو يقولي يا الله تلقوك الناس ديالتانجا شافت فيه وكتلوه انتا تشوف ابا يلا تلقوني بعدهو ما تلقوا حسن منك وتهلوا فيي ابا فصت مع ذاك الهضرة انا حملش راسو هذا العكاس حنسيت كبير في العمر وجاي بغي يضربني كنت نطو شديد العكاس وكتلوبة ما بقيتش ذاك البنت صغيرة اللي اتربها براني تبدال جيت فين كمل هضرت حتى تلاحظت عليهم موين شدات ودخلات مع اهل البيت ما عرف شنو كانت قوليه المهم اخي كان جاء عندي قلت له ابا مالو كبر ولا في حال هاكا قليا غير سكتي قليا ببكر لغادي اللور لور قليا اللي كي حط فيها يدي مكاتي السرش ليح قليا تخيلي انا في ضرف عام قليا قليا عبتيش حدي الفلوس خسر قليا قليا شوية كيسد حانوت المهم بقيت كان شوف وضربت الطموس قلت اشغالي نقول انا يا الحاجة اللي اللي كانت بدلت فيه هي شخصيتي اكثر من الشكل ديالي بعد ذلك النهار لغت لي في صباح اخوتي كاملين كانوا جاء وعدنا للدار المهم انني جاء وهم يطلعوا فيي وينزلوا ناضرت واحد خسر اللي كانت مسمومة بزاف شافت فيي وقلت ليه جاءت معك تانجا ويجاء معك الفاساد قلناك يسحب لي الفاساد كيزين وفيها الفلوس كاملة شفت فيها وقلت ليها الفاساد تقديع ليه وزيدوا الفاساد مدخول لي غير للوم والتي المقرصة المجبدة وغت لي علي شدها اخويا وقلت لي اشكت خربقي واش كتقلت الحياة اللي كتقلت لي فاعدابه قال انا مالي امر книي تقدير تماما tittيع pul Back toflow ودوق الفلوس اللي كتتصافت لومها ماما قلنا بديويت معك اختي راه كتتب طنجا فاطمان survey قلت لي للتخ في اللشه放 بالعمل صالح هذه الطنجا ما الان في بغداد لماذا انا لا تناموا في اللشه لماذا اكبرت باقتها قلت لي انتلي كتتقلك احقام حقام مالتي تعمل ya واذا انا يا مشياء رجل قدامك شنوك يسحب لك راسك هاد الهضرالي كان كسكتون بيها كيقولوا مزعمة انا غنشوفك كدير الحرام وغنسكتليها انا عارف اختي بالضبط اشنو كدير المهم ان انا مدويت متكلمت حديه الزيت والدي وطلعت انا وياه البيت والدي اللي في هذا الوقت كان نولف عليا واحد شوية المهم بقيت معاك ان هادارو كان ضحكا هويا وكتلوا بولدي واش فرحان بقاك يقولي اه فرحان كلوش كيتعملوا معاك مزيان تم بدك يخوي علي قلبو وقال لي يلا فلانك يضربني وطاة سانعك تضربني وهديك تقول لي وطلح حرام شويت فيه وكتلوا والدي قلت لي ده بتهنم من هادشي كامل وده بندك معايا وتقرأ وتولي حسن منهم كاملين غير صبر شوية ما بقاش بالصعف المهم دوس معهم تماما شي بالصعف من مورها كان جاء العارس دي الخويا اللي كنت وقفت معاه ماديا ومعنويا اه الحمدولي الله الامور كاملتي سرات مراها مباشرة كنت عاوتاني هزيت طيارة بلا من قلح تشي واحد شي حاجة ومشيت في حالاتي حينت قبل ما نجي كنت نتعقد مع هادوك الشاركة اللي كندوس معهم ستاش انني نكمل معهم الخدمة لان الخدمة ديالي كات متقونا وكانت عجباتهم وانا امنت بواحد الحاجة ان في هاد البلاد او فاوروبا كاملة غير خدمي مزيان ووريهم حنا تيديك ما كيبقاش تسوقو انتي مسلمة ممسلماش مغربية سوف أخدمي المهمة البنات مشيت تمال الحمدولي الله كانوا اعطوني صالير اللي مع ام مرني ما كنت كان حلم بيه الامور كاملتي سراتي اياه بدي تسعطيها الخدمة 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 وفي نفس الوقت كان فكر انني نكمل قرائتي في واحد نهار كنت خارجة مع هاديك مرت السيد اللي كنت نهار لوت وسط لي وكان هادرنا وياها وكت لها ما عرفتوش هناك انك خيدي باش نقدر ندير ردعمه ماستر ولا شي حاجة ويتقولي يا لاش انك خيدي قتير اشي الشركة اللي انتي فيها را تقدر تمشي وتعرضي الي ومعتشي را يقدر يبغيو غرعتني مع ام واحد الكونترا لما شي مشكل للدنيا هانية كنت هزيت راسي لغد لي كنت دخلت عند البيك بوس اللي كان كبر مني بس اسنين وكنت علاقتي معهم زيانة بساف حت لنفس الجنراتي كنت انا كنخدم مزيان المهم دخلت عنده وكتلو شوف انا ربغت نكمل قرائتي ما بغت نكمل قرائتي قلت لي اللي مرحبا ومانديش المشكل كان وقف معايا هو كنت الامور كاملتي سرات فعلا همالي كانوا خلصوا عليها كنت دلت معاهم عقد ديال العامل هنا هي العلاقة ديالي انا وهذاك الشخص ولا تغادية وكتكبر موين في الاول كانت العلاقة غير مجرد خدمة وانني لو عندي ليطاش اللي قراب ليه شوية بشوية حتى السياد تزعط فيها وفي واحد نهار غدي يجي وغدي يقول لي انا شفت حتى عيد ولكن في حالك ما عمرني ما شفت وليك يزيد كي يجبني فيك وعلاقتك مع الله حلت فاش كي يشوفني الوقت اللي كان فرح بشي حاجة كنت نصلي هاداك الدعاء ديالله ما كان فلش نهائي ينصله وخانكون خدامه ولا فيما كنت ترهبيتي دائما هزاها معايا وهاتش كي يقول لك زعمال لي كيكون منضابط في العبادات دياله وكيكون منضابط حتى في حياته وحتى الخدمة دياله وكنت عجباته الشخصية ديالي كاملة جاء وهو يقول لي يا واش مخطوبة ولا عندك علاقة قلت كنشوفيه وقلت له لا علاش هاد السؤال قل لي ما غانكدبش عليك انا جبتيني بزعف ومغيت تكنزوهاش انا يما دورت له منه كله منه قلت له رح ما يمكنش نترك عارف انا مسلمة ومتلى دياله دياله لكن لا صراني يعني ما يمكنش وهو يقول لي انا يا رح قبل ما تعجبيني كهيند عجبتني علاقتك مع الله وخلتني نقلب ونبحد ومانكدبش عليك وليس بغنتعرف على الدين كتر قلت له تعرف على الدين كتر وشوف بالضبط اشنو غلي تدير وهذيك ساعه نهضرو فعت المواضح فعلا سيد من خلال الاخلاق ديالي من خلال طريقة الخدمة ديالي كيشوفني ايش الحياة بالطول و بالهرد بلا ما ننحيض الفولار ديالي بلا ما نتعرف بلا حتى شي حاجة محتار مرازيو محتار ملجسة ديالي هالشي كامل اضطر عليه وكان نبال لي هو انه تميز البنات كامل اللي كانوا ضيرين بيه كانوا كديروا مستحيل باش يشوف فيهم المهم نهر على نهار بدك يسووني كان اخذ القرآن باللغة ديالي وبدك يقرأ كان شرح ليه لأو مورتي سراس مدوزناش هالبنات بزاف حتى كان قال لي يا صافي انا بغيت نسلم قلت له ما تسلمش على ودي لك انت سلم على راسك انا باقي الحد الان ما قلت لك اه قلت له مع ذات القضية تعب نحيدوها ارينا هارف مهم وقفت معي حتى السيد كان سلم وكانت هذه اكتر حاجة كنفتخر بها الى يومنا الان مراها مباشرة الحمد لله الامور كاملة كانت تسرات وانا من كدبش عليكم كنت كعاجبني وفي حالة كان بغيه صافي فاديك الوقت بجيس كان نهضر معه بشكل رسمي على العلاقه ديالنا وثم كنت اقلت له على حياتي وقلت له انا ولدي مكراش ننزله هنا مره انا وانا مدرسني وانا قمت بالطبير ايضا وتماره غير باش نقدر نوقف على الرجليه ونقدر نقرر على الوريقه ديالي اي رقعه الدائمه وان شاء الله عمي الله لان في خير وقفت معي في الوراق اا أه وقفت معي في كرايتي وقفت معي في كل شرع الحمد لله كنت واقفه مع راسي هو اخترر الامور المهم هو انشعر ويقعي بقىيها كان يحترام اه كان هضروف الخدمه كانت لدينا الموضوع من الزواج كنا مزجلينه فذلك الوقت لم يبقى لديه كثير لكي نأخذ الماستر وانا يكون مقرر ان كيف نأخذ الماستر سننزل المغرب سافي بقي نجارين قبل ما نأخذ الماستر ديالي كانت تخرجت لي بعد الإقامة الدائمة طرت بالفرحة قلتها الخويا عجبوا الحال فذلك الوقت وليس كنصفت فلوس المي بالهبال وليس كنصفت فلوس المي بالهبال والدي معيشة فوق فيقي أنا أخي ممكن شاهد الخدمة اللي كنفطانجة والريهالينا أو إن استيدا يلاه يقب عليها المهمة كي يقولوا فيها أمي يمسكينها وضربط طمكا ثقل ما تتكلم سأخذ الماستر ديالي كانوا وريقاتي مقدين فدك الوقت الراجل كان طلع وينزل معي مخلا ما دار باش يقدر يطلع الولدي الوريقات كانت نقصة حاجة وحدة وهي الموافقة ديال باح سافي تما كنت قديت الأمور ديالي على أساس أنني غنزل المغرب وفعلا كنت نزلت فاش نزلت كيف العادة لقيت أخوتي كاملين كيت تسنوني وهذه المرة الردة الفعل ديالهم كانت قاسية للمرة اللي قبل كانوا بغين يياكلوني وخاصة فاشفوني كيف شوليت نعم بنت ليف كمارتي تخيلوا بنادم بغين غير يدوزليك ولكن خايف منك لأن الشخصية ديالي تقوات غير الوقفة ديالي كيف شولات عنقي؟ لأنني كنت نحضر الدراس وليس تكبيرا ولكن لنطيح لهم القيمة والتواحد الميزانية لا أضرب القياس لم يكن نحضر معهم بالقياس لم يكن فرحات بيها بالقياس ولدي في هذه الساعة كنت قلت سمع أخي حين كان بدأ المدراسة وكان فرحان بالقياس حتى من صحته كانت تحسنات لم يمانات شي كامل كان فرحني كي هبطت المغرب كنت قلت لأخي نجري على وراق على ود والدي كيف سمعه بحالة ضربة قال لي اختي وش بغديني يا ولدي سبق ليد الوضارب لد ليس قنق بي الموضوع لقد قائلت معي ورحد ما يسمعه لقد قلت لدي اخويا لقد قمت لدي اخي ولمساق أخي لقد قمت لديك لقد قمت لدي موضوع كيف ستوقف معي المهم أن هذه الساعة قد تبقى في الوراق حتى وصلنا لعبة كنقبل المثال إنها مكتبة أسهلها، ويجنست لم يتعلم نفس من منجمها الساقطة أتوقف أخي بحسب هذه الفيديوة، لكن معي كلها ويجب أن أتوقع بها وراء، اعتقدت أنتيُ لكي خاطئ، عودة ربيع السرية، و النهار الذي أعلم بأنني ستبقي وظيفي أنني ستبقي اذن أهل بسماء إزالي ويجب أحد في الدنيا قال لي ايدي الامر محلولة طبعا الامر محلولة سافي كنا نتافقنا مع المحامي اننا نرى الغدلي سوف يمشيوا عند دار هذا السيد باش يسنيلينا سافي الغدلي مع اسباح نيضاءنا الطائرة بالفرحة درت ماكياج خفيف لبسة فولاري ضربت واحد اللبسة ما نقول لكم عليها واحد سبا ديالتالون فيه مترو وصويك ويمهزينا الطموبيل مشينا حتى توقفنا قدام دار ديال صاحب دعوتنا المهم دقيت حلت لي يا مرتخوه اللبسة كانت موت ضعفة طلعتني ونزلتني ويزقوا لي السلام اش حب الخطر وقلت له السلام هاجر كديرا لبسة عليك استيدا تضمعت انا كنعرف سميته وهي ما كتعرفنيش قلت له الحمد لله شو بغيته قلت له كلمة لي فلان قلت له شو بغيته مهم استيدا ما عرفت باش تبلات دخلت ايضا طليلي على مرتوق مهم جاية مرتوق تنقز ديال حياتي وقلت ضرب طلعت فيها ونزلت تخلعات قلت له ايضا قلت له يا اختي شو بغيت يا راجلي قلت له شغل بغيت في ذلك الشمازة قلت له الراجل بغيته ونطلقها عرفت السيدة تصدمات 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 كانت تخفلية او مرتخوها واقفة او مرتخوها مرتخوها واقفة قلت له ممكن شو هادي هيند قلت تحقق في الملامح هما هما بل حق التغيير راه واضح المهم ما زال كنهضره حتى نزل العقوزة كبرات ونزل هادك ولده حتى ننهار اللي بشي كانت عطلة وشي كيهضر مع الشي بشوية وكيقلوا لي راه هاديك هيند المهم حتى نسمع هذك خوه كيعيط ليه وكيقولوا وفلان وفلان ونزل نزل الراجل شنو ما شنو قال لي هيند جاي عندك خرج الراجل كيقلب ما كسبنش له هيند كيقولوا فينا يا هيند قال لي ها هي قدامك الراجل تصدم يطلع فيه وينزل قاوي لي وش هادي هيند مستحيل المهمة البنات قلت لي دخلوا من قدام الباب ايوا دخلوا وانا يهز لكم لانقرة ودخل لكم فاتك سبط يلطالون قرب 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 حتى وسط القاعد يل الدار كانوا حطين فيه واحد القوليسة وطويلة الوسط حطيت الضوصي قال ستايا من هنزل المحامي ومن هنزل لاخر خوية عرفتوا الراجل كان بغي يأكلني بعينيه كيطلع فيه وكي نزل كيقول ما يمكنش مستحيل وش انا كنت فم النعمة وطيرتها ما يمكنش هاد الشي اخذكم ما ينزلني فيه المنسمة مهم كنشوف فيه وشوف ما غنقوش معك الهضراء والكلام غادي تسني لي الموافقة باش ندي والدي معي الهولندا قلي يا عاودي شنو قلتي هل انتي كنت في هولندا قلت له اه وده بزي يباش ندي والدي قلي يا لو والدي هادا يكونوا ما نقدرش نفرط فيه وانا والدي وانا مايدي وانا بغتير تحرميني منه كتلو نحرمك منه قلت لك ما عنده منعاب منهالي تزات اعرفتي كيف اشدير لون عيني كيف اشدير شعره كيف اشدير طول دياله قداش لمن كيشباه اشنو كيشرب سفتلي هنا فاقة اللي جياليو ما كان هضر عليها سنقول لك دابا الجوج ديال كلمة ثالثة لهما هادي الورقة ديال الحبس ديالك وهادي الورقة ديال والديك غاديمشي الهولندا بغيتي تسني على هادي مرحبة ما بغيتيش انا هاد الورقة غاديمش 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 أحسيت بأنه سوف يكون شيء كمل بكملت أولدي غايجي عندي سافي مشيت للدار طيرة بالفرحة مشيت عندي أموي شغوليكم كهني بكي وكان قوليها أموي أموي سافي غايمشي دوزنا هذا النهار حتى اللعشية ما عجويت سود ما عجويت سود عت السيد عرقها شراب وجايك غوت في الدرب وقالي خرجوا هي هند عمشت ودرك الفلوس بالفاساد وجاي بجدلي يا ولدي وجايك تورد عليها بهذا السباق كي سحب لها ما عرفت شنقدات المهم انا يهزي التلافون وكنت شجل دقاء هذا الشي اللي يقول السيد انا كيتتهمني في شرفي طاي طاي هزيت النمرة دي البوليس عيط لهم قلت لهم قالوا السلام عليكم طالقي راجي قدام الدار وكي هددني ومكين تعليهم شوية اول مولي البوليس جاو وهزوا هذا السيد من قدام الدار حليت لهم الباب الناس كيف شافوني تصدموا قالوا لي وش انت لها يا تلينة قلت لهم اه وهم يقولوا لي وش كي يجيك هذا قلت لهم طالقي كي يشوفوا فيه وكي يشوفوا فيها ويقولوا اجاب شلشي وعجاب حمولي قلت له هاد سيد راه مطلقني هدي سبع سنين دابا ودابا يا انا جيت باش ندي ولدي وهو جاي كي غوت علي وها تسجيل ووريت وتسجيل الوقت اللي جاي وكي غوت وهز واحد الموس وقال لك بغي يتبحني وبغي يفعلي وبغي يفعلي وبغي يفعلي هزوا ديكسة الكوميسارية انا عيد تعلم محامي كنت ديكسة حتة الفيديو مشينا عند الواكيل درنا لي تفريغ شاهدة دي الجيران انه تطعني في شرافي الورقة ديال النفاقة مهم كتديت لي الضوصي من غنغ من دكس شرفيه امو كيف سوق الخبار جزت عنتي كتبوس لي يا رجلية وكتقولي يلا عارب انت لا تخرج لي يا ولدي سوف يكون ثلاثة ديال الولدات سوف يكون مخدام سوف يتخرج لي الله يردئ ليك كلها خلت اعلانة عندي العقل انا لا نكسب اشقاع المهم السيدة كانت كالطلاب وكالزاوغ ومخلات بمدات مدويت معها ولمتكلمت وقالت لها لقنا في المحكامة ولمتدويت معي دابونة اصطلا ولم تنبقى على المحكامة لنا نتسل المهمة والمهمة هي الأمور كاملة لنا كنا فعلنا قدام الواكد العام الوقت الذي يصلنا عنده قال له قد تتهم السيدة في شرفها اشبينكو بيها اتتهمها في شرفها بأي موجة شرع المحكامة كتبوه يجب المدارات على ما لم يغدي العمل وكيف الشمشات على هذه السيدة ما زالك خلطوا نحن التسالة والمحامد يتسانين وقام باقتل القاضي ومشيت المحكمة سأخذ المحكمة كاملة ينبقى وينمي ومهم كل شي نحن المهم هذا المحامد يطيس صحاف هذا اليوم وقام بقيد القاضي ومنخه البنات فيه الورقة على شو طلقت أنا وياه فيه الوقت العام بالضبط المشي فيه خذت الباككY đượcútigaالH Vac ولدت شهر واحد دفعت الورق دياله للأولندس ودارت هجرة عندا ضرند فيزا الدراسة قلت في الجامعة الف LAMFN خذت الماسطر FPS خدمت في شركة我覺得 دارت الماسطر awhileương خرجت لها الإقامة الدائمة في العام F LAMFN هذا الشيء بالتفاصيل المملة القادفة ترى هذا الشيء يقول لك سبارك الله عليك بنتي وانسى الموضوع أصلا على الجيناليه وانساه يقول لك سبارك الله عليك بنتي ثم مالك تشرب في المغرب وهذه من هنا وهذه من هنا وهذه من هنا وانا فرحانة أخوتي اللور حالين فهمهم ممتطيقينش واحتل هذيك اللحظة يالله ساقول الخبار أصلا انا فجيت المسجية اللخرى يالله عارفوني انني انا في هولندا ولكن ما كان كسحاب اليوم اني ادبرت على شي شرف وانا طلع لي الوراق ومشيت هذا الشيء يقول لهم رأسهم ما كانوش عارفين انني من النهار اللي اخذت الباق وانا تماما كل شيء تصدم وتمى كل شيء اعرف بهذا الشيء اللي ادرت انا يا مدويت مكتليهم لعلاج مفسرت ليهم خليت ديبلوما ديالي وهم اللي فاسروح المهم كمنا القادي قال لي اشنو بالليك قلت لي شوف انا هذا الراجل اللي ديليا عدم تعرض والدي ما عمره ما يقرب ليه انا والدي غدي نجيبه مرة في العام المغرب يشوفوه في دارنق معمره ما يقول لي احقا ما اديش ولا هادا ويسني لي التزام انه هو متنازل عليه متنازل عليه والنافقة دياله تجمع لي هنا في المغرب وهاتش اللي بغيت منه وبسلامة انا مسامحه مش نفس فمه وقلت له ماشي علاق بلك وماشي علاق بله علاق بالولاد دياله فقط هاتش علاش انا سامحت ليه المهم خرج من تماما الحمدولي للامور كاملتي استرات تعرفتوا اخوتي ما كانش فيهم اللي في هاداك الوقت ما كانش بغي يدوي معايا كيقولي كدرتي هاداك اللي قالك حقا ما حقا بغين دياليو مولادهم معايا بغين شوفت مرمسق بال ولي بغين سافت لي ما تسوقت حتى شي واحد وما دويت ما حتى شي واحد من غير خويا امي مدويش بزاف اصلا مرمورة هاتشي كالعطلة ديالي سالات هزيت ولدي في الدية نيشا المهم كنت وصلت لقيت الامور ديالي مقادة في ذلك الوقت كانت عندي كارية ضار عندي طموبيل ديالي خدام الامور مزيانة مشيت من هالي وصلت مونة كانت قاتل على ولدي دخلت يتعلم اللغة كانت خدم معه في الدار كان خصو يبدأ المدراسة المهم بقيت مقاتلة 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 في ذلك الوقت هاداك السيد اللي كنت خدامه معه ولي كان بغين يزواج كان كل شوية كيقولي يصبرت عليك حتى عييت ودعبه بزعف سافي خدامه وخدامه ودرت معه ان الصيف ديالي هاداك العام غد ينزلوا المغرب وغنزوجه وفعلا دكشي اللي كان فهذاك الصيف ديالي مرمورة العام اللي يجبت فيه ولدي كانت نزلت المغرب قدرت عرص كل شي بقى كيهضر عليه الحمد والله شرفت بميمتي وشرفت بخوية اه طرت بالفرحة كل شي بقى مصدوم ما كان لما حلش فمه وكل شي نعرف بالقصة ديالي في هذه الوقيتها دوست العرص رجعت في حالاتي بقيت مقاتلة مع راسي دفعت للدكتور حتى نكمل قرايتي وفي نفس الوقت تردى البال لولدي اراجلي كنت عايشة مع ابا اخر وعلا خير وولدت معه وليد وبنية امامتي وولدت كل شوية كتجي عندي وحتى اخويا كنتم هاليا في وممنق سالح حتى شي حاجة الحمد لله لا عشت مزيان وقاع هذك شي دازع لي قررت ان نسيت الام وحتى المؤخرا قررت ان نسفت امامي اخويا للحج المهم كانت مع الكورونا وعلا كنت تصف تلك الروينة لم يبقى حتى شي حاجة وزائد القرعة وفهم كثير من الحاجات وحتى قادر الفكرة كتنا وقتبشي هنا وحتى المؤخرا كنت تفكر فيها زعمة جديا وكنت قتل امامي تنزل عندي ونشوف كيف حتى نسفت هم من هنا وكانت دوما هذا وكانت يجيئة اخويا وانت قائد لاندي فهما يتفيذ بالخير إنه ليس لهذا الأمر لا أثنين تقريبا بأسفل الله لا أقzeبوا لي ومعلمني ليكو لهذا الأمر ومعلمي ان انا همي او إسمي الأطلاق لا أكدبوا لي انه ينطلقيني في حالة الموقف والذي لا تستطيعني هي وفي نفس الوقت هو خائفا لم أعرفت المعلم كيف سوف يقول لكم كنت أخبرتني في حالة صفتتو في حالة كنت أخبرني أني سامح عليك وأنا من داخل ديلي باقي واحد شوية لا أعرف كيف نتصرف أو كيف نتصرف أولا اليوم جيت نعود لكم قصة لأنني أريد أن نشاور معكم في هذه النقطة و أريد أن نأخذ رأييكم ثانيا و أريد أن تأخذوا من قصة العبرة وتعرفوا أنها قدم ربي صغيرها قدم ما يفرجها يكفي أنك يبقى عندك اليقين في الله وتعرف أن ربي ما عمره ما غير يخيبك في هذه الدنيا الغزالة ديالي هنا سالة القصة ديالنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء وتتعليق ديالكم من صاحبة القصة و ما تنسونش من تعليق زوينة ديالكم هنا ما بقى لي إلا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم انتلاقوا إن شاء الله في قصة جديدة السلام عليكم